وكأنه قدر السوريين فلا تكاد طبول الحرب تصمت في منطقة حتى تقرع في أخرى إدلب هذه المرة تترقب عملا عسكريا من جانب النظام وحلفائه ضد آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة السورية بمختلف أطيافها وذلك بعدما شكلت المحافظة ملاذا لكل مسلحها الذين اضطروا إلى الخروج من مناطقهم في المحافظات والمدن التي سيطرت عليها قوات النظام وذلك بعد تسويات رعاها الوسيط الروسي المتحالف أصلا مع النظام صحيح أن ثم تتوقعات بأن يقوم النظام بعمليات عسكرية محدودة يمتزج بها تسويات سياسية على غرار ما حدث مؤخرا في درع إلا أن الأمم المتحدة حذرت من أن أي عملية عسكرية في إدلب سيكون لها أثر بالغ على المدنيين والنازحين فيها لسيما وأن المحافظة تكتض بأكثر من أربعة ملايين مواطن سوري بينهم ما يزيد على مليون طفل أكثرهم يعيشون في مخيمة اللاجئين كما حذرت منظمة اليونسيف من أن إدلب تعاني حاليا من نقص كبير في المواد الغذائية والمياه والأدوية لافتة إلى أن المحافظة تستضيف أكثر من مليون سوري نزح من منازلهم جراء الهجمات الحكومية في أنحاء البلاد ما يعني أن عملا عسكريا بها قد يمثل كارثة إنسانية مروعة وبحسب محللين فإن هناك توافقا دوليا على عزل هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة كما كانت تسمي نفسها سابقا وربما القضاء عليها تمهيدا لفرض سيطرة النظام على المحافظة غير أن باقي فصائل المعارضة يساورها الشك في نوايا النظام وحليفه الروسي إذ يرى محللون آخرون أن النظام ربما سيحاول تصفية وجود المعارضة في إدلب بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر